قال رئيس وهيئة العمليات اللواء الركن دكتور ناصر عبد الربو الطاهري أنه بإمكان من وصفهم بالمغرر بهم من عناصر تنظيم القاعدة العودة إلى جادة الصواب شرط تسليم أسلحتهم وأنفسهم للدولة وأكد اللواء الطاهري خلال اطلاعه اليوم على أحوال المقاتلين المرابطين في عدد من المواقع العسكرية في مديرية ميفع بمحافظة شبوة أكد أن أبطال القوات المسلحة واللجان الشعبية وأبناء المحافظة سيتصدون بكل حزم وقوة لبقايا تلك العناصر الفارة وسيلاحقونها أينما ذهبت حثا أفراد الجيش والأمن على أهمية الحفاظ على الجاهزية القتالية والفنية للأسلحة والمعدات والبقاء في استعداد دائم ويقظة عالية لتنفيذ المهام العسكرية والأمنية بكل كفاءة واحتراف اشتركوا في القناة